وإلى خبر آخر اتفقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مع وزارة مع القائمين على مشروع المفاعل الأردني للبحوث والتدريب على وضع برنامج زمني لإنجاز الأعمال المطلوبة لاستكمال إجراءات تنفيذ المشروع وتشغيله وناقشت هيئة تنظيم الطاقة خلال زيارة إلى موقع المفاعل البحثي مع عضاء ورئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد توقان متطلبات منح تصريح تحميل الوقود وإصدار رخصة تشغيل المفاعل واتفق على برنامج زمني للسير قدما في إنجاز المشروع وفق القوانين والأنظمة الأردنية المستندة لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والممارسات العالمية ومشروع المفاعل الأردني للبحوث والتدريب ينفذه ائتلاف شركتي كيري دايو الكوريتين بإشراف هيئة الطاقة الذرية الأردنية وبكلفة إجمالية تبلغ 159 مليون دولار يتضمن إقامة مفاعل نووي بحثي بسطاعة 5 ميجا واط مخصص لغيات التدريب وإنتاج النظائر المشعة لاستخدامها في المجالات الطبية والصناعية